دورة ليست فقط استخدام الأنساس، لدي ذكرة أكبر لكلفة النمذجة موديلينج، ماذا نفعل موديلينج؟ بغض النظر عن السوفتوير التي تستخدمها حتى نفتهم ماذا نفعل النمذجة، سنرى ما سنأخذ الكيس سنأخذ الكيس، وهو اهتزاز لأي بيم، والبيب الآن يمكن أن يكون بيم، عادي، ممكن أن يكون مستطيل، ممكن أن يكون دائري، ممكن أن يكون ثلث، وممكن أن يكون بيم، وممكن أن يكون بيم مدني، إذن البيب أنواع، لكن أنا شو وقت أباوع للموضوع أعتبر بيم، ومن أعتبر بيم، بيم من يانوع، هاي الكلمة شو يركز عليها شنو بيم من يانوع؟ هل هو بيم، ممكن أمثله، كخط، أو كعبارة عن جسم رفيع، إلى بس طول، وكروس تكشين أريا؟ أو ممكن أن نعتبر بيم، أو ممكن أن نعتبر بيم، أو ممكن أن نعتبر بيم، هذه النقطة جداً مهمة حتى نبدأ بيم، حتى نباوع معادلة، تصف بيم، يا بيم، يا نوع من البيب، ما هو بيم؟ طبعاً، البيب عموماً، لو تعرفون النظريات التي ندرسها، يقول لك أن هناك نوع من الحركة، ممكن أن نصر حركة بهالاتجاه، أو إجهاد بهالاتجاه، هنا نظرياً نصح لبار، ليس بيم، بار، لأن الحركة أولية، نصح للك، أو ممكن أن تكون الحركة، نصح لترانسفير، هذا نوع أخر من الحركة، نحن نتناول هذا، هذه المعادلة تصف هذه الحركة، الترانسفير، ليس نتناول الترانسفير، هذا الترانسفير منتجي، حسب هذه الأشكال التي قدامكم، ممكن أنني أنظر للموضوع بشكل مايلي، إنه البيب هو عبارة عن طول ومساحة، صح؟ وبالتالي هذا حجم، صح لولا، حجم طول فيه مساحة، صح حجم، لكن بعض الأحيان هذا الحجم لأنه المساحة الصغيرة، وثابتة، نعتبره كونستر، لكن بعض الأحيان نبقى على بهالشكل، هنا صار شنو، صار مستطيل، ممكن هذا مثل أخط، هذا مثل مستطيل، لكن لو أخذ أي شيء، أي بيم بالمدني، لا لازم مستطيل، هنا نبقى بالطريقة تحليل، طريقة عددية لإيجاد الحلول، كيف تستخدم الطريقة تحددية؟ من حل المعادلة التفاضلية يفشل؟ إذن أنا ليس أستخدم أو حتى أحل أي شيء، لأنا أحلم أن يصير المشكلين بحل المعادلة، أو إذا كان موجودا، لماذا أحل بحل المعادلة؟ أي طريقة عددية، بغض النظر عن اسمها، هي أكو بها إرار، ومن أكو بها إرار، إذن ما رح حصل إذن حتى نفتهم، إحنا ليش تستخدم أو سنفتهم أن هذه المعادلة لا تنحل، وبالتالي من لا تنحل، أضطر أروح للحل العددية، الآن أنا أمدجي، عموماً يتعامل مع حجم، لكنه بعض الأحيان بالحجم هذا ما لديه أكو شيء ثابت، وأكو شيء متغير، يا هو الثابت، يا هو المتغير، هذا عنه تعتمد علي بالنظر، لذلك من الجددين من الحلل، لازم نفكر أنه بالمحصلة لازم عندي حجم، ولكن ممكن أنا أخذ، قلم ناجب أخو، ها، مجنطة، واحدة، شكراً، لو كان الميت تقريبًا هو عبارة عن.... ما هو المتغير؟ تقريبًا لدينا chain ثابت السيارات ناحية تقريبًا طويل فقط، في هذه الحالة سوف نسمي هذا البيم من المثلة نسميه وين دي الشكل هو عبارة عن دايمنشن واحد ثلاثة أساسا بالحرارة لكن هنا سوف نمثل وين دي على اعتبار الكروس سكشن أريا سواء كان مربعة أو دائرية هي ثابتة وبما أنه ثابتة صارت تغير وين لبعد واحد فنسميه وين دي الوين دي إلى نوع من الإلمنت خاص وممكن بعض الأحيان شون المصدرة رح يكون قدي الإلمنت مالتي أو البيم مالتي مستطيل هنا صار شنو هناش قلنا الكروس سكشن أريا هي الثابت هنا من الثابت البعد الثالث اللي هو نسميه العرض هاي وجهة نظر مو مو إجبارية هذا حسب شغلة الشخص حتى ينمدج وممكن بعض الأحيان يقول لك لا أنا عدي كل هني تغيرين فلذلك رح يجي يرسم البيم بشكل كامل سواء كان مستطيل أو العفو دائرة أو مستطيل بكروس سكشن أريتا لذلك السيميوليشن مالتنا رح يصير بالإنسس يشتغل على هالثلاث موديلات تبعاً إلمن هذا الكلام وان دي تو دي تبعاً لأني شنون مثلت الموديل مالتي لكن في السيجي سؤال آخر أي نقطة بالبيم تتحرك كم حركة من الحالة هالثلاثل تتحرك تتحرك باتجاه X Y Z بالإضافة إلى الروتيشن اللي هي نسميها ثيتا X ثيتا Y ثيتا Z بعض الأحيان ينصحون لها التسمير إذن هنا البيم عندنا إلى تمثيل التبعاً للشكل والتبعاً للحركة هل ممكن أمثل بالإنسس بحركة أقل أقول لك ممكن ما هذا مشكلة إذن هذي هي الفكرة الأولى إلمن حتى نبدأ هذا نبدأ نحلله راح نستخدم الفائنايت إلمنت والفائنايت إلمنت هو برنامج قلنا طريقة عددية حتى نسول في الأنسس الطريقة العددية ما لك راح نسول في اليوم عن كيفية أو الخلايا المهمة أدنى أدنى ها 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 محظور على صفحة المكتب موجود ماذا أشوف أنا ماذا أشوف على صفحة المكتب لا هذا الورك طبع صفحة أنا لدي الابد قضي ها لا 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 هل هذا الميكانيكا الأي بي ديال؟ نحن نأخذ الميكانيكا الأي بي ديال على اعتبار الشيء يخص الميكانيك أكثر لأي نمذجة بأي سوفتوير الأنسيز الكومسل الأباكاس عموماً أكوفت الشيء هو ستاندار الكل يستخدمه شنه هو ستاندار أول شيء لازم أحدد المجال مع التحليل المالكي والمجال مع التحليل المالكي يعني المودين معنات الشكل جيومتري هذا أول شيء بعد ذلك تحتاج هذا الجيومتري سوي له والميشنج والميشنج ماذا يعني؟ راح نجي نحكي بالتفصيل وبعد ذلك ورا ما تكمل الميشنج مالكي راح تسوفت شيء آخر جديد اللي هو الباوينداري كونديشن أو بعض الأحيان ما يحطوا الباوينداري كونديشن يحطون الماتيريال اللي هو شيء كل شيء مهم ومن ثم الباوينداري كونديشن وأكون تقطة جداً مهمة هي طريقة التحليل هاي بصورة عامة الخطوات الخمسة الرئيسية اللي تتكارب مع اختلاف تبعاً لنوع التحليل مالكي أو لتعقيد الجيومتري بعض الأحيان الجيومتري ستكون معقد أكثر فلذلك لو نجي نباوع بالأنسز شو رح يبدي طبعاً أول أمر قدنا هنا رح تعي تحدد نوع التحليل مالكي تشوف التحليلات الموجودة مو بالضرورة تحدد بس واحد ممكن أشتغل بصحولة مالكي فيزيكس أشتغل تحليل مثلاً أنا أشتغل على سبيل المثال أشتغل حتى يحسب الإجهادات الحرارية بالموديل مالكي حتى يحتاج مرة مشتغل من جراء الفلو إش رح يتولد إجهادات إش رح تتولد قوة أتخيل مجرو ببوابة هاي البوابة إش رح تعرض من قوة نتجة الفلو الموجود إذن هو مالكي فيزيكس وبالتالي أكو أنواع مختلفة لذلك أغلب الأحيان نحن نحدد ستركتشور والستركتشور هنا نقص به سواء الميكانيك أو المدني وكل ستركتشور هاي الخطوة الأولى بالموديل اللي تحدد العمل ما لتكشينه أغلب الشغل مات هاي النقاط رح تلقى وين موجود بالبري بروسسر لو نيجي نشوف هذا بالأوامر شنه حتى نفتهم مفهوم الفاينات إليمنت شنه ما هي كلمة إليمنت الإليمنت هو يقصد بيها تقسيم الجومتري مالتك أو الدومين مالتك إلى قطع صغيرة تبعاً لنوع الإليمنت ؟ قطع صغيرة هاي القطع صغيرة هاي هاي القطع هي بيها بداخلها أكو معادلة رياضية تحكمها وبالتالي من هاي المعادلة الصغيرة هاي القطع الصغيرة نأخذها بمعادلتها ونأخذ الموجودات معها راح تحول للفارشل ديفرينشال كويشي راونا قبل شوية الى الجبريكال كويشي هذا التحويل من الفارشل الى الالجبريكال حول المسألة الى رقم عدبي رقم مو معادلة وبالتالي هذا الرقم نقدر نحل بعدين بطريقة المصروفات حتى نجد المتغيرات فلو ناخد مثال بصير حتى نعرف احنا شقدنا واحدة من الموديلات مالتنا اللي هو نعتبرها الخط انا بامكاني هذا البيم اقسم الى عدد من الالمنتات بس الالمنت راح تكون شنو بما انه الموديل هو ويندي راح تكون الالمنت هو ويندي معنات اقسم الى هاي المنت هاي المنت هاي المنت وبالتالي قسمت الى عدد من الالمنتات هاي المنتات شنو مواصفات حتى نفتهم احنا نحدد الالمنت ونحدد شنو مواصفاته اول فقرة هي الالمنت اي الالمنت موخط طبعا هاي ضعنا الشرح بالتفصيل ويا كل موديل موخط لو نفترضه شون قبل شوية مستطيل راح ممكن الالمنت مالكي تتقطع ولو شانت في دي لا ممكن ناخذه شون البلوكة شو طبقه بالضبط اذا اهنانا بالالمنت تايب حتى نضيف نوع الالمنت تايب راح نلقى اكو انواع عدنا هذا الى تطبيق معين اللي احنا وين نتخصنا تخصنا البيم طاك شنو تمثيله وعدد النودات البيم يعني عدي بالبيم عدي نوعين من الالمنت فقط هنا والنوعين هذان يشتغلان ثري دي فاينايت سترين الالمنت الاولى بيها تو نود الالمنت الثاني بيها شكرا ثري نود بس شنو الالمنت بيها تو نود وبيها ثري نود لو نفترض هاي الالمنت من اقول هاي الالمنت مالتي وبيها نقطة واحدة ونقطة اثنين صارت الحالة الاولى لكن بعض الاحيان شاقول اقول هاي الالمنت بيها نقطة i نقطة j نقطة k هذا اني من سميهن واحد وثاني سميهن i وj مو معناته قسمت الـ element الاثنين لا وإنما حطيت نقطة إضافية جوه هذا شنويزته شن الفرق ببيناتها فرق ببيناتها لأنه بعض الأحيان البي معدل البي بين حناء هو أساسا بين حناء يعني كأنما نكون شوف ري شامة المروح ري شامة المروح أساسا بيها نحناء فمن يصير بيها نحناء شون أجيب هذا شكلي نحناء أجيبه من خلال أو ثري نوت وبالتالي هذا واحد من التلثيل هذا بالنسبة لمن بالنسبة للبي بعد ممكن أجيب هنا نستخدم شيء اسمه قشرة لأن لو تباوح هذا أو السمك هنا جئت قياسه ويطول العروب كل شيء قليل فممكن أعتبره هذا هو قشرة وأتعامل يؤكي قشرة فأأخذ بس هذا البعدين طول بالعروب هذا تمثيل وممكن النوع الثالث وهو الصلد الصلد هنا بأنواع كثيرة كل شيء أنت هنا أي نوع تريد تفاصيله ممكن تسوي له من الثالث بس تكتب اسم النوع لتريده دعونا نبدأ واحدة واحدة مثلا على سبيل المثال دعونا نقول هذا سأخذ هذا وين يصير أضعها بالهيل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ورا ما ارسم لي نقطتين ارسم لي لاين لاين من جرع شنو؟ توصيل نقطتين خلص ارسمت المودل ما فيه لو اجي ارسم هذا النوع هذا النوع شو يمثل؟ مساحة لازم اروح للمساحة المساحة شون اقدر امثلها؟ اكو خطوات لتمثيل المساحة تبعا لتعقيدها وتبعا لتوزيعها يعني هذي عبارة عن مستطيل واضح لكن بعض الاحيان هذا البيم يكون الى بيم مركب متكون من قطعتين شون جماعة المدني مثلا جماعة المدني اش عدهم؟ عدهم بيم متكون من كونكريت والسيل وصار بيم مركب هذا غني الرسم مثل هالطريقة لازم اعرف بيم المركب شون يطلع اذا تبعا لتقييد الجيومتري انا اعقد المسألة ممكن ارسم ثري دي بوليوم بطريقة معينة بشكل مارلاحة راح اضها خلال الدول طبعا بعض الاحيان الاشكال اللي ترسمها هي مستاندر تحتاج الضيف تحتاج تغير فلذلك اكو اوامر مثل هو امر يسهل لك من عملية الرسم وايضا اكوامر اخرى عندك مثل الموف موديفاي في حالة التكرار مثلا في حالة الموجود عندك الموجود عندك ثم تتكرر فانت تسوي نموذج وتكرر سوي لكوبي في اماكن اخرى ريفلكت شيك جيومتري ديليت اذا تريد تسوي حدث لاي شيء اكو طرق ديليت مختلفة تبعلي اشكاله وامور اخرى اذا هذا خطوة الجزء المهم حتى نرسم الموديف احنا لحد الان بس مجبدا نهيئ الموديل هي الموديل من ناحية الجيومتري خلاص او الخطوة اللي بعدها اللي هي هذا تهيئة الموديل شو راح نسوي الميش شو نتحكم بالسائز ما تنميش يعني انا اريد هذا الديم اسوي فد خمسين الميش يجي واحد غير يقول لي لا انا اريد اسوي عشرين واحد يقول انا ما مهتم يجي قد ما يصير خيصير واحد يجي يقول لي لا انت اقل شيء ممكن سوي لي ها كلها الاسئلة كلها تمتضح من خلال الميش على سبيل المثال من خلال الميش تول طبعا انا من دعا اقول ميش يسا ما حددت شن النوع الاليمنت وان تو تري ما احتياني ممكن نصير كلهن يعني با بيم اليمنت شيل اليمنت وصوليد اليمنت كلهن ممكن نتعامل بيهن بهذا الاسلوب هذا اذا هذه واحدة من النقاط او ممكن نستخدم شيء اخر اللي هو هذا هذا السايز بي سمارت سايز هنا نطيء الحجم الموجود هذا تلاحظون هسا يقول لك انعم شيء رقم واحد الديفولت ستة الخشن عشرة ممكن انت اذا ما مهتم بالاليمنت في منطقة ما تقول لي طيني سويها خشن ممكن لا انا اقول له سويه كله ناعم وحتى هذا الخشن والناعم ممكن نغيره من غياء من خلال يسمونه المانيول هناك التفاصيل اريد مثلا حجم الاليمنت هلقي اريد عدد الاليمنتات الجيومتر الفلاني هلقي هنا انت رح تتحكم بعد بشكل اكثر واكو ضوابط معينة مثلا هذا الامر خاص بالتطبيق معين وهو حتى ينحسد اكو لازم الى مش خاص معتباط لذلك تكون المسألة حادة جدا بالنسبة لبعض التطبيقات مو بالسهولة تسوي ميش لازم اكو ميش ضمن ضوابط فلازم حتى تسوي هاي ضابط اكو امر اخرى موجودة عدة وبالاخر تطيق امر ميش وتحدد ان تشتعش تشتغل لاين تشتغل اريا تشتغل بوليوم شنو النوع اللي داع تشتغله حتى تسوي للمشي كامل مالتك هنا تبعا الجيومتري مو جبعا تبعا يعني من اقول اريا او لاين دوم المالتك شنو ما اخذ لاين اذا نسوي ما اخذ اريا تسوي ميش للاري ما اخذ دو ميش للفوليوم وهكذا هذا هو الشرط الرئيسي ميش اذا هذا هو الفكرة من التمثيل مالتي لاحد هاللحظة احنا مجرد هيئنا الدوم المالتك شنو هو حد النار سمناه اللي هو الجومتري اللي ارد حلله وسواء وطينا الخواص مالتك وطينا الميش مالتك قسمناه الخطوة بعدها لازم نطي نوع التحليل للريده وبما انه احنا رح نتناول فالفايبريشن نوع التحليل مالتك قاعدنا هنا اربع انواع النوع الاول يصحل نوع الثاني هارمونيك ترانزيت اسبكترم حتى كما ابدأ عام بالفايبريشن من ايجي اقول هذا فري فيبريشن اهتزاز حر او اهتزاز قسري هذا يعتمد على شكل المعادلة الرياضية اللي يراوناكم يا هكبروك اي جسم يهتز بدون تسليط قوة خارجية هذا نصيح لفري فيبريشن اللي هو التحليل الاول المودان وهو شيء اساسي باي تحليل اخر يعني انت من تروح تحل الهارمونيكا وترانزيت تحليلك للبايبريشن يطيك انطباع على البقية ليش لان احنا شريد بالبايبريشن الريد انه السيستم ما يهتز بنفس التردد مالت الفري فيبريشن ليش لان اذا اهتزه بنفس التردد رح يصير رانين واذا صار رانين تفلش السيستم مالتي نحنا عكس الاتصالات او الكهرباء الاتصالات او الكهرباء تبحث عن الرانين لماذا تبحث عن الرانين من تجي موجة الكهرباء او الاتصالات من يجا الموجتين حتى تلقوا ان تشبيه الموجة هاي من اشارة تسوي لها الرانين تسوي التوليف شو ما ماتفعت الراديو متحرك بالراديو حتى توليف حتى شي صير يصير الاهتزاز مالة الراديو هو مساوي الاهتزاز الموجة يصير رانين هذا صار رانين بالكهرباء شي صير او بالموجات رح يطيك اكبر كمية من الطاقة وبالتالي من يطيك اكبر كمية من الطاقة موجة شبه احنا عكسهم تماما بالميكاني حتى بالمدني نفس الشيف انه احنا بالميكاني كل مدني احنا مريد نوصل للرانين لذلك لازم نحدد لازم نحدد الرانين واحد يريد يوصل واحد ما يريد يوصل اذا فكرة الاولى انه لازم انا اشتغل موديل حتى اكتشف الرانين وين رح يصير وهنا نسميه اما نصح اللي هو قيمة واحدة ناخذي هذا او نصيح على اعتبار اكثر من تردد الفنديمنتل هو اقل واحد لكنه من نقول نشره معناته اكثر من واحد ممكن تهتزل النوع الثاني اللي هو هارمونيك هنا الهارمونيك والترانزيت والسبكترام هو عبارة عن النوع الثاني من الاهتزاز شنوه النوع الثاني اللي هو فورس بايبريشن يعني ممكن اطرق طرقه للجسم وتركه رح يصير اعتزاز من طرقته طرقته تبعا لي شنوه قوة خارجية وتالي صار فورس بس من طرقته طرقه واحده وتركته صار لانه الفترة الزمنية صغيرة لكنه لو اطرقه طرقات مختلفة طرقه دعا تتكرر دعا يصير اكو هارمونيك لكن لو اجي طرقته بشكل مختلف صار سبكترام او بعضهم السحولة الـ من جراء مختلفة في مواقع مختلفة او في قيم مختلفة او باشكال مختلفة اذا هذالي الثلاث تحليلات او الاربع تحليلات احنا نشتغل بس بالتحليل الاول اللي هو المودل وبالتالي من نجي للمودل لازم راح نشوف شيء اخر يطلع عنه تغيرت الشاشة راح اعيدها حتى تنتبهون شوف هاي الشاشة الاولى شوف الامرين من جيرس وين المودل تغيرين الاوامر هذا تغير الاوامر راح يودينا الى نظار شيء جديد بالانسز ليش لاختيارك لهذا التحليل شون قبل شوية شيفنا تحليل لو قايلين بس لو قايلين بس لو قايلين بس نطلع واجه شيء بالخواص وهذا شيفناه جربناه تطلع بس لكنه لو ما حددنا لا يطلعان كلهين نفس الشي هنا من اجي احدد نوع التحليل راح تطلع لي واجهات تختلف تماما نلاحظ هسه بالستاتيك هذا ما يحتاج انا لايشيز اوبشين اكسبانشن باس ما نحتاج هذاني بس هوالك تحليل شكل من اجي اتحطيت المودل طلع لتحليل شكل من اجي اتغيارت حطيت هارمونيك طلع لتحليل شكل من اجي اتغيارت حطيت ترانزيت باقي تطلعات الواجهة ثانية اتبهت اذا لكل نوع من التحليل طريقة معينة حتى نضطي نغذي المعلومات للريتا اللي التحليل ما لك بعد ذلك بعد ان تمت هاي المراحل الخمسة الرئيسية تطلعات موديل خسامنا جيوماتر مالتنا طينا الخواص مالتنا طبعا اكو تقديمه التأخير بالتواع بس اساسة الاولى موديل بعد ذلك خطينا الخواص حدد الاليمنت طبقنا الميش ما قالي طريقة التحليل حدنا تطبق اي ظنوية اللوت تبع الديفايند لوت بس الديفايند لوت هذا شنو اللوت اللي انت دع تحطه راح تقول لي انت سؤلفت عن ما اللي علاقة باللوت هناك كلمة تطرح مو بس للقوة المسلطة وانما لطريقة التثبيت نينة لذلك اني البيب لازم اعرف هو شنو التثبيته هل هو كانت ليبر بيم سابورت البيم شنو هو عن طريق هذي الاوامر راح نقدر نتبت شبقا انا حددنا هذنو كل هين ليش ساعة راح ننتقل بسهولة الى الحل اللي هو اغلب الاحيان شغلة بسيطة سول كارينة الاس كارينة الاس كارينة الاس راح يطلع الحل مالا اذن الحل هو بسيط لكن وين المشكلة كانت مالا انا اريد النتائج انشيرني بالتحليل نتائج النتائج تنقل من الى جنرال بوست بروسس اهنا انا اكو تفنن في استغراج النتائج تفنن طريقة مالتك طبعا النتيجة اللي انت تبحث عنها طبعا التفكير مالتك شون تستعرض نتائجك بس ممكن استعرض مطرق مختلف بس ايضا تبعا التحليل كل واحد بهم اكو الى بداية لاستغراج النتائج مو كيفك مو قوتب لا اكو بداية حتى تستخدم بشكل ما راح نشوف ولانه راح نشوف اول نقطة بال بايبريشن الريزالت ساماني قل شو ايش قلت لكم قلت لكم اكو فنديمنتال نتشرف فريقونسي وكو نتشرف فريقونسي نسكت الاول يطيك القيمة الاصغر اللي هو اول قيمة لانما الكلام مثلا تططيك اكثر من تردد وبالتالي من نطلع ريزالت ساماري راح يططيني اكثر من تردد طبيعي وهذا اكثر من تردد طبيعي ممكن نناقشة بشكل مستقل واحدة ونفتهم ليش ايضا ممكن نطلع اشكال مختلفة للاهتزاز ممكن ننقل هاي الداتا ما اللي ننطلعها على شكل ملف اكسل ونرسمها على صفحة بها امكانيات كلية كبيرة وهذا ما تختلف طريقة الرسم طريقة استخراج النتائج او طريقة الحل عن شلو المهم اذا كان ون دي او تو دي او ثري دي هي نفس الطريقة ثلاثة يطلن نفس الطريقة اذا صار اكو تخصيص اذا تجي تنتبه له انه عبارة احنا رح نشتغل على عبارة عن ثلاثة بلوكات حقيقية البلوك الاول هو البري بروسسر والبري بروسسر يتناول النمذجة هذه الخطوة فلذلك من رح نجي ناخذ ثلاثة موديلات مختلفة رح تختلف عندنا بالنمذجة تفاصيل النمذجة بس هنا خطوات خمسة لو ليس خمسة لأن هنا خمسة بس تمثيلهم اخترت من واحد الاخر من نجي نسوي الحل هو نفس الحل لكل الموديلات من نجي نستخرج الريزولت هو نفسه لكل الموديلات اذا فكرتنا وين تركيزنا على هذا لذلك فكرة الدورة على هذا شون النمذجة شون الفلسفة اللي تخليها ننقل من واحد الواحد ليش انا اخذ هذا ما اخذ هذا ليش اخذ هذا ما اخذ الأخير خب انا ما اريد اعقد المسالة نفسي الفكرة من كل اي هو الحال باقل وقت ممكن وبادق قيمة وباسها الطريقة فاذا هذا الموديل يشتغل ليش اروح لهذا ما اكو سبب يخلينا اروح لهذا الا اذا اكو شيء اكو اختلاف بالموديل مثلا اختلاف الموديل على سبيل المثال انه هذا البيب ما اختلاف ما اختلاف اختلاف ما اختلاف 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 ونحن اختلاف ليش للكروسكشن اذا ما تمام منتظمه وبالتالي تضطر وين تروح ابسط شيء للتودي هذا اللي جبرني اغير الى مكان اخر لذلك من راح نجي صح اهنانا بالانسز هو دمج للبيم ثياري للبار ثياري طبعا من اقول دمج اقول بيم ثياري باب بار ثياري غريد ذكروها يا جماعة موه غريد هدني كل انت مجي اله هناك لا هناك التحليل بس انت كنت ترى ترى كل هالنظرات كنت دمجيها اليمنت وحده يعني احنا يا جماعة لمانا كل هالنظريات وسوانا اليمنت وحده خاصة اللي هي من هاي النوع اللي هي تاخد تأثير البار والقريد والبيم طبعا من اقول بار وقريد والبيم بالداركشن الثلاثة حتى يصير شنو عدي عدي تريدي ما سميناها بي ما سميناها فريم اللي هو يطيج الابعاد ماثماتيكلي دا احتيها ماثماتيكلي وحتي تحديدا البالفايناتي ما تاخدها ناخد الهادا ما ناخد الهدني ما ناخد الهدني ما ناخد الهدني كبار او بيم منصار بهدني بالنسبة لنا بالتحليل حوالي لبلين سترس وبلين سترين تمام؟ من ايجين لثريدي بعض من سولف صارت إليمنت ثريدي خاصة فأنا ما أريد أدخل بالتفاصيل لأنه أكهواي بالدورة هما كلها بكالوريوس فما أتناول هذا الرياضيات اللي اللي سولوا بتعريب بس هو هذا عبارة عن تجميع للكل خش؟ لأنه هذا تتذكرين البار هو الحركة بالأكسيا والبيم زين أكو بيم مرة يتحرك بهالي اتجاه وكهتج همين بيم؟ اي استاتيك استاتيك دا حتش استاتيك أنا مرة هذا القوة مصلطة بهالشكل وين نزلت؟ واذا القوة مصلطة بهالشكل وبالتالي هذا بيم وهذا بيم كبيم ثيري بس هذا كل واحد يجب الاتجاه لذلك أو واحدة من النقاط اللي نستخدمها هو التحويل بيم من 1D إلى 3D مو الشكل مات الإليمنت لأ حركة الإليمنت اللي كتبناها هنا أكس واي زيت لأن هاي النقطة بالفاقيات الإليمنت من درسناها هي تتحرك يا أما أكسيا حتى تصير بار يا أما بالواي صح؟ بس إذا جبعتها أكس واي بعد ما أصح لبين أو بار بصور كومبينيشن زين هو من يتحرك بالواي هو ما يتحرك بالز مش شابهات لو ما يشابهات إذا كبيندينج أو كبيم أدي تود كومبوننت واي وز فالجدالك من تلميهن هذني تبعا للقوة المسلطة رح يصير عندش تو بيندينج واحدة كسير صح؟ زينه أذى ما يلبي الفضاء هو رح المسل تتعقل رح نسوي الترانسفير فانكشين التي ماتريكس وما نسوي التي ماتريكس طلع التحليق ثاني إذا لحد هالخطوات إحنا تعلمنا رح نتعلم ثلاثة من هالأوامر العتوار هاي مو مهمة الأولى الرئيسية من هي الرئيسية وراها الأقل أهمية اللي هي اللي هي طريق الحل الوحدة بس النقطة الأخرى المهمة هي الرئيسية اللي هي ما تخرج للنتائج ما أطلع النتائج بالطريقة المطلوبة هاي الخطوات الثلاثة رح نتكرر أو هاي الأجزاء الثلاثة رح تتكرر لثلاث موديلات ونشوف خلال ثلاث موديلات شنو الفرق بالنمذة جمالتنا شنو حدود كل موديل لأنه ما أحتاجوا يتغيرون من الواندي وراحوا للتودي إلا لغرض إلا لوجود نقص بالإلمانت الأولى النقل والإلمانت الثاني من الإجاب والإلمانت الثانية اللي لقوا بها نقص نقلوها أين؟ هذا النقص ما يقول لك يا شنو هذا يعتمد على تفكيرك شون تمثل الجزء فهذه هي الفكرة الرئيسية من السيميوليشن بالإنسيز اللي أنا أعتبرها أهم شيء أهم من التطبيق لأنه خطوات من الطبقة موجودات بالفيديو لأن تكون تعرف ليش تسوي هذا الموديل ليش ما راح الغيرة لابد أكون إلي معيات وهي تشوفون إذا أخذنا نفس الأبعاد وطبقناها للحالات الثلاثة راح تطع نفس الأرقام ما راح يطلع أختلافة كمية أداة تشيكة بشكل مضبوط طلعها نفس الأرقام بس نفس النتاج نفس النتاج نفس النتاج نفس النتيجة الأساسية اللي هو لكنه أنا إش أقدر استخرج من كل واحد وهي نقطة المهمة صد الاختلاف بهذه النقطة إذن هو نفس الموضوع بس راح نأخذ بثلاث وجهات نظر حتى نشوف شين الفرق هذا يطيك الفلسفة ماك الأنسيز شون يخليك تفكر من مودي المعرفة هذا التركيز معرفة إن شاء الله راح نبدأ من باتشر نأخذ الويندي بس نأخذها بتفصيل أكبر راح نطي مثال وتطبقونه ياه خطوة خطوة من الألف للياء لأن تطلع الرزلت من تطلع الرزلت راح نقول هاي الرزلت مالتنا خزنوها يمكوم حتى بعدين من نرجع نحلها بالطريقة الثانية الأربعاء البعدة راح نقول لكم نطلع نفس الشي لما طلع وهنانا حتى نقدر نضمن المثل بالكوت نختار مربع حتى نقدر نمثلها بالأول بالثاني بالثالي لأنه من تجي شوية أخذت كروس سكشن دائرة هنا ما راح تقدر نتنسل بهالطريقة هاي واحدة من المحددات هادي كروس سكشن دائرة تشتغل هذا ما يشتغل بكروس سكشن دائرة هذا الثري دي يشتغل بكروس سكشن دائرة إذن هاي واحدة من مساوء هاي الطريقة ما ما يشتغل لكن إلى مميزات أخرى غيرها سنرى بالتدريجة إن شاء الله هاي ثابت هاي ثابت مرح نظاهر عنها وهذا الثلاثة كل واحد إذا اختارنا الأول إيش رح يصير إذا اختارنا الثالي شرح يصير الثالث شرح يصير هاي الخطوات هي اختبت الكل مرة نختار هذا مرة نختار هذا مرة نختار هذا وبعدين نقارن بيناتين شون اللي صار كل واحد تمام؟ نعم شي شكرا شكرا جزيلا